اهلا بحضراتكم مرة تانية وبنواصل حوارنا مع طبعا المدير الفني الجديد للنادي الاهلي مستر موسي ماني برحب بيت مرة تانية وكنا بنتكلم قبل التقرير عن اللاعب الذي يصنع الفارق اللي ان شاء الله حتى يعني على المستوى المدى المتوسط ان شاء الله يكون فيه طريقة لعبة مختلفة للنادي الاهلي تناسب افكار المدير الفني من هذا المنطلق تقييمك الفني لأربع فرق الموجودة في السيمي فاينال الشامل الافريقي الاهلي الزمالك الوداد والرداء وان شاء الله فرص النادي الاهلي لتحقيق اللقب من خلال تقييمك الفني للثلاث فرق اللي معاني الوداد فريق كويس ممكن يعني ممكن يوصل النهائي مش بس النصف النهائي نفس الموضوع اعتقد زين عندهم روح الفوز وعندهم زينية مركزين دائما في اللعب مش سهل مش سهل اي حد نروح يلعب في كازابلانكا اعتقدش فرق كتير كسبت في كازابلانكا بس اعتقد الاهلي كسب قبل كده في كازابلانكا مش قلقك النتائج او هزيمة الوداد اعتقد اربع هزيم مش قلقك الموضوع ده او حتى على الجانب النفس شوية ان فيه مشكلة مع الوداد من خلال لقاعاتك الاخيرة وانت المدير الفني لسانداك نتائج او ن système او نخبر نسامع في جنوب افريقيا كسبنام روح في جنوب افريقيا المعنادي كبير نادي الاهلي اتمنى ان شاء الله ممكن اجيب نتيجة ايجابية من كازابلانكا وممكن نفوذ في كازابلانكا كمان لكن يجب أن نكثر في كازابلانكا عشان نوصل الناهائي الناتجتين على بعض ذهاب وعودة لكن طبعا لما ننوح في كازابلانكا نضر البيضة لازم نعمل نتيجة كويسة تساعدنا في ماتش العودة تدينا أفضلية عشان ماتش العودة في القاهرة رجاء معرفش فريق رجاء مالعبتش ضده صديقي جمال شفته قبل كده قبلته في المغرب قبل كده والتقيد بي وكان قاعد جانبي خلال الدورة هو أعتقد هو مدرب كويس جدا وطبعا نادي الزمالك نادي كبير وكان بيبقى في ماتش عودة أهلي وزمالك فيها طبعا طبعا نادي الزمالك وإحنا يعني متطنعين تماما إن شاء الله النادي الأهلي يقول ليه القدرة على الوصول لمبارارنا هائية أولا والخطوة التانية أكيد هتبقى يعني إن شاء الله الفوز بالبطولة عايزة أخد رأيها هذا غياب الجماهير دايما المباراة الكبيرة للأهلي والوداد والزمالك والرجاء إذا كان في المغرب ولا في مصر بيبقى فيه الكاتف والكسافة الجماهيرية بتأثر كتير جدا بالإجاب أو بالسلب على اللاعبين داخل الملعب غياب الجماهير في الفترة الأخيرة ممكن تأثر على الحالة الفنية للمباراة نفسها إذا كانت في المغرب أو في القاهرة طبعا بالطبع أنا جاي من جنوب أفريقيا إيسا الدولي خلصون مغرب بين مباراة كبيرة مغير جماهير يعني كان ستين ألف بين المدرجات وبتلعب بدرجات فاضية بحاجة مش كويسة للكوت القدم شيء سيء للكوت القدم طبعا إحنا واجهنا واباق وحياة الناس لحياة المواطنين أهم من كوت القدم مش ممكن نلعب معاها مش ممكن نخاطر بها لازم نحترم تعليمات الحكومة ونحافظ لحافظ على حياة المواطنين نعبنا نهائي الكاس في جنوب أفريقيا بعد الدوري عبنا نهائي الكاس بعد نهائي الدوري بين فرقتين أصحاب أكبر جماهيرية في جنوب أفريقيا ما كانش فيه كانت المدرجات فاضية ولازم نقبل ده عشان الكورونا وإن شاء الله رب تختفي وحياةنا ترجع طبيعية هنا بعد موجود الجماهير كان فيه فتطرة من الفقرات قرار من الكاف أن الدور نصف النهائي من مباراة واحدة في أرض محيدة أو يعني ده كان الطرح فرؤيتك الفنية كنت هتبقى بالنسبة لك أفضل لو فعلا مباراة واحدة في أرض يعني في أرض محيدة أو بالنسبة لك أنت أفضل المباراة تلك أعتقد من العادل أنك تلعب مباراة على الأرض ومباراة برد فيها عادل أكثر طبعا عندما تلعب ده مباراة أفضل يجب أن تلعب المباراة أفضل عندما تلعب محيدة كنت تفضل أن تبقى نوك أوت مباراة واحدة في ملعب محيد أو حسابات المباراة للزهاب والعودة ممكن تأثر على تفكيرك انه لا يهمه ما قدرش أقول لو لعبنا ماتشين ممكن نكسب ما قدرش أقول لو لعبنا ماتش واحد بس حنتقهل هو على حسب يومك حسب أدائك في اللي ممكن تلعب يعني أنت عايز توصل إلى النهائي بتوط أفريقيا لازلت تستاهل ومسوفوا أوروبا لعبوا بتوط أوروبا كله كان بلعب في بورتغال مبارا واحدة مفوض أنت ما تهتمش إذا كانت مباراتين أمبارا واحدة بس أعتقد مباراتين ده فيها عدلة أخطر لكل الفرع ودي كوة القدم ناسة ما تقبلها وطالما جبنا سيرة الجماهير وغياب الجماهير خلينا نتكلم عن العلاقة اللي الناس كلها شافتها من خلال السوشيال ميديا والعلاقة اللي بدأت من بدر شوية علاقة خاصة مع جماهير النادي الأهلي واضح من شخصيتك أو من خلال حتى السوشيال ميديا أو من خلال لقطات وكنت أنت مدرب سانداونز وموجود في مباراة النادي الأهلي وتصويرك لجماهير النادي الأهلي ده بيدي انتباعك كبير قوي يعني انت بتحب جماهير النادي الأهلي حتى من قبل ما تيجي النادي بأهلي أحيانا بكون مدرب بين الأهلي وزمالك ببقى أنا عايف الشرد الموجود ما بينهم بين الأهلي وزمالك لما كسبنا قدام الأهلي جال الرسال كتيرة جدا وسائل تهنئة وسائل حب من جماهير الزمالك ولما كسبنا الزمالك في النهائي بتقود أفريقيا وصلني رسائل كتيرة ورسائل دعم ورسائل حب من جماهير الأهلي طبعا أنا الواحد بيحاول قدر إمكان بين الفرقتين عايف فرقتين كبار في النادي وولاي جماهيرها في الناديين فبحاول قدر إمكان أرد على الجماهير الفرقتين لما يجوا في سانداونز لكن دلوقتي أنا بقيت مع نادي منهم مع نادي الأهلي طبعا نادي زمالك هو الغريب نادي الأهلي طبعا نادي أرد على الجماهير الفرقة في بعض جماهير الفرقة زمالك بعتولي قالولي أنت روحت إلى نادي الأهلي بس حفظا نحبك برضو أخذ من النقطة دية كوتش السوشيال ميديا في الأوقات الأخيرة خاصة في الأجواء الدوري المصري كان أجواء حدة شوية وأجواء تنافسية بشكل كبير جدا على مستوى طبعا أهلي زمالك ومعظم الدوري علاقتك إيه بالسوشيال ميديا؟ وهل السوشيال ميديا بتأثر بشكل أو بآخر في بعض قراراتك أو بعض حكمك على اللاعبين أو على المنظومة نفسها إذا كان تحكيم أو إذا كان خروج عن النص من بعض المسؤولين؟ دور السوشيال ميديا في حياة مسلمانية؟ من الصحيات؟ بالنسبة لي أنا جديد في ميديا في حينما أنا لم أكن متابعة في ميديا أنا متابعة الأولى أجد أنها أسهدف لأن هناك الكثير من المساعدات الفتوكس وخارجات ومعارضة ومعارضة التعليم بالمعارضة الوصول ومنذلك أتصل إلى هنا وطبعا أتمنى أشعر الفرصة مثل في إستغرام مع عائتي ونحن نعم لكن لم أستخدم سكوت القدم عشان كده انا جيت وباخد بدخل الانتجرام لازم طبعا بحرسين على السوشيال ميديا انا مش عايش جوه مش عايش جوه السوشيال ميديا الجوه التواصل الاجتماعي انا بتصفحها بس مش مشكل كبير انا بتصفحها بس مش قاد جوه انا بعتبت نفس ضيف على التواصل الاجتماعي وده رأيي ان المدائب بفضوض يكون كده بزبط انا بتفاهم طبعا حتى بجنوب افريقيا عندنا حاجات سلبية بتكون بسبب التواصل الاجتماعي نازم وتسمح لبعض جميعين تنتقدك وتفرد رأيها حنتكلم على النقد جاي وحنتكلم كمان كيف يتعامل نسماني مع النقد الرياضي بشكل كبير لكن خلينا نروح لتقارير واستقبال الجماهير او ردود افعال الجماهير في تولي منسماني الادارة الفنية للنادي الاهلي نروح لتقارير ونرجع مع حضرتك